اختتمت بورزازات أشغال الدورة الرابعية الثامن عشر للمجلس العلمي الأعلى والتي انعقدت على مدى يومين بأمر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي أعلى وبهذه المناسبة قدمت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية حصيلة برنامج محو الأمية بالمساجد منذ إطلاقه في العام 2000 وحتى الآن لمزيد من التوضيحات تنضم إلنا للتوزم إلى صفية هيداني مساء الخير صفية مساء الخير عبد الله مساء الخير مشاهدين الكرام نريد أن نعرف بداية بالأرقام حصيلة برنامج محو الأمية نعم عبد الله الرقم فاق الهدف المسطر والذي كان حوالي مليون ونصف المليون من المستفيدين المفتردين وقد أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية منذ إطلاقه خلال الموسم الدراسي 2000-2001 وحتى الموسم 2014-2013 تجاوز مليون وثمانمائة ألف مستفيد ومستفيدة بنسبة إنجاز بلغت 122.68% الحصيلة عبد الله التي قدمتها وزارة الأوقاف أشرت إلى أن 83% من مجموع المستفيدين خلال الفترة المذكورة هم من السيدات ماذا عن المستفيدين في العالم القروي وأيضا العالم الحضري؟ نعم حسب معطيات وزارة الأوقاف دائما فعدد المستفيدين من العالم القروي بلغ 37.70% أي ما يعادل حوالي 682 ألف من المستفيدين بينهم نحو 500 ألف مستفيدة قروية أما بالعالم الحضري فبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حوالي مليون و127 ألف شخص بينهم أكثر من مليون مستفيدة أي ما يعادل 89% حدثينا صفي عن عدد المساجد المحتضنة لدروس محو الأمية وأيضا عدد المستفيدين نعم المؤطرين بخصوص عدد المساجد المحتضنة لدروس محو الأمية فقد بلغ حاليا 5190 مسجد منها 2307 مسجد بالعالم أو 7 مساجد بالعالم القروي في حين وصل عدد المؤطرين إلى 5550 عنصر من ضمنهم 4611 مؤطرة أي ما يعادل 83% من مجموعة المؤطرين ماذا عن الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الموسم الدراسية المقبل؟ عبدالله وزارة الأوقاف وضعت مستوى ثانيا من برنامج محو الأمية بالمساجد سينطلق في بداية الموسم المقبل أي 2014-2015 ويشترط التسجيل فيه الإدلاء بشهادة النجاح بالمستوى الأول من هذا البرنامج في حين يبلغ عدد المستفيدين بالنسبة لهذا المستوى الثاني 40 ألف شخص أو أقول المستهدفين وتسعى الوزارة إلى توسيع برنامج محو الأمية وتنويع وسائط التعلم من خلال التلفاز والإنترنت وفي سياق الأهداف عبدالله دائما فقد طلب أمير المؤمنين الملك محمد السادس طلب من العلماء البحث والنظر في تجربة المملكة في موضوع محو الأمية وتطوير هذه التجربة للقضاء على الأمية بشكل نهائي عبدالله شكرا لك يا صفي يهداني على كل هذه التوضع شكرا لك